إيران تكافح لإعادة تشغيل محطات الوقود بعد الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له يوم الثلاثاء وعطل عملها الهجوم أدى إلى شل نظام البطاقات الإلكترونية التي يستخدمها سائق السيارات لشراء الوقود من الحكومة وزير النفط جواد أوجي قال إن الوزارة تسعى لإعادة تشغيل المحطات يدوياً وبشكل غير مرتبط بالإنترنت لمنع حدوث أزمة بعدما عطل الهجوم البطاقات ومضخات الوقود في جميع أنحاء البلاد وفي حين لم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الهجوم قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن ما أسمه العدو هو المسؤول لدينا أخبار وتقارير تفيد بأن العدو يحاول إثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد ويحاول إثارة غضب الناس لكن ذكاء الشعب وفهمه العميق ورد فعله الذكي في هذه الأزمة يعتبر سبباً وجيهاً لإبطال المؤامرات من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن السبراني أبو الحسن فيروز أبادي إن الهجوم على محطات الوقود ربما نفذته دولة أجنبية وأيضاً لم يسمها وأشار إلى أن الإعلان عن التفاصيل سيتم في غضون سبعة إلى عشرة أيام